ترجمة نانسي قنقر ومعرفتش من وين أبدأ فالطريقة الأفضل نبدأ من البداية هلا لما كنت صغير كنت شوية ناشيط من زي هكذا أنا هادي وناصح شوية كنت نحيف زمان أو على أقل هيك حكولي لما دخلت المدرسة كنت أكتف شوية بركزش في الدروس بصراحة مع شوية ضغط من الأهل أو مش شوية كتير بالأحرى صرت طالب شاطر في المرحلة الخنسمية الإعدادية خف الضغط عليها بسرت لحالي أفضل وأشطر المرحلة الثانوية بدون أي ضغط صرت كويس وشاطر وشاب نيرد لأنها حيت والبسر تأكل على شاي طبعاً عندما دخلت الجامعة دخلت الجامعة في تقريباً التسعين دخلت كلية الهندسة وكنت طالب مشتهد وسنفور نشيط وأنتم معظمكم إن شاء الله ستتخرجوا وتدخلوا الجامعة وتصيروا سنافر هلأ تخرجني الجامعة طبعاً الجامعة حياة مختلفة كثير بالنسبة لي وبنسبة للجميع برضو إن شاء الله بكرة ستجربوها لما تطلع الحياة العملية الأمور شوية تختلف أول ما تخرجت اشتغلت في مصنع لأنه دارس هندسة كهرباء مصنع فيه ماشينز وآلات لقطع الخشب زي هيك وطبعاً كانت بالنسبة لي صدمة ثقافية يعني طالب جامعة وحالته حالي ومؤدب تدخل على ورشة وفيه دوش هوا بالآخر عشان شارة الخشب ومكاين والقصص هذه ما طولت فيها لأنه بصراحة ما لقيت حالي فيها استقلت ورحت على شغل أرتب شوية شغل بدلات ومجال IT طبعاً على فكرة كل هذا بدون أي تخطيط كانت الشغلة إنه عم بدور شيء أريح وأحسن ووين الناس عم بتروح عم بحاول أعمال زيها وطبعاً هذا شيء غلط أنا منصحكم يعني زي ما كان زميلي علاء إنه شايف حاله بالآي تي من أولها درس آي تي لكن من نسبة لي مثلاً درست هندس مع أنه أنا حابب شئي تاني تبين لي أنه هو آي تي طبعاً بعدها تغربت زي حلم أي واحد إنه بيشتغل مثلاً فترة بعمال وصير عنده خبرة حابب يروح ويطلع بره ويصير عنده فلوس ويتزوج ويصير عنده فلوس والساكل الطبيعي للحياة فاشتغلت لأكثر من 11 عشر سنة تقريباً بالخليج وفترة صغيرة في أمريكا مرت على أكثر من شغلة بالآي تي في مجال ابنوك في الاستشارات طبعاً استفتت منها كثير والخبرة كانت بصراحة كثير ممتازة لكن كان دايماً حاسس أنه فيه شي نائس واللي هو أنه أنا دايماً كنت أحكي كثير في موضوع أنه الواحد ما فيه أحسن يشتغل شغله الخاص أو يفتح زي ما بحكوه يكون مدير نفسه وحر نفسه طبعاً كان كله تنظير دايماً كنت أحكي كثير عن صحابي وأقولهم ما فيه أحسن عمل خاص مرت السنوات وأنا أظن أن أحكي كثير عن الموضوع وبدون أي جرأة أني أخذ قرار فعلاً أني أبداً شغلة هلأ شفت كثير حتى في حياتي العملية وأنا متردد وأفكر من الناس اللي كنت أنصحهم حتى من الغير ما كنت أنصحهم فتحوا بزنس وتغلبوا وتبهدوا أولها لكن بالنهاية وصلوا لمرحلة معظمهم ما شاء الله أنه صار عندهم شركات وصار الشغلة اللي بحبها اللي عم بيشتغل فيها ونجح مع كل الصعوبات اللي مرت فيها بس منسبة لي كنت لسه باستنى الفرصة المناسبة اللي مش عارفة ام تحتيجي فدورت كثير على المشكلة طلعت مشكلة بصراحة فيها أني ما عندي إرادة وثقة أنه الواحد بقدر يبدأ شغله ويجرب ويخاطر فصارت عندي لحظة خطرة يعني بصراحة كنت حاس حالي أنه بهالفترة التردد هاي الصغيرة ست متزوج وعندي أربع بنات والبنت الكبيرة هالقربت تدخل على الجامعة كمان مش مبين على يمكن بس وعم بكبر وستل بستنى الفرصة المناسبة هلأ لما رجعت على عمان تركت الخليج سحلي فرصة عمل برضو وظيفة مرة تانية ووظيفة بصراحة كانت منتازة كتير شركة أجنبية راتب عالي وعايشة ببلدك بالآخر ومرتاح بس تل برضو مش الشغلة اللي أنا مآمن فيها الشغلة عملك الخاص لحد ما إجتني فرصة شفت إعلان كان بالإيميل جاي إنه فيه تريننج لواحد من الانكيوبيتر زهون بعمال بتعرض فكرتك بيعطيك وبيعطيك فرصة إذا عجبتهم الفكرة إنه يستضيفوك أو يعمل لك إنكيوبيشن ويدعموك فيها قدمت لها طبعاً وقدمت لها بالفكرة اللي أنا بصراحة كنت طولها السنوات الماضي اللي بشتغل حسيت حالي أكتر في الدفعات الإلكترونية لأنها شغلة بحسها بتأثر كتيرا حياتنا اليومية يعني كنا عنا دفع يمكن هلأ الطلاب ما تدفعوا أهليكم تدفعوا بس بكرة حتيت يوم ستصيروا أنتوا تدفعوا تدفعوا فواتير التلفونات ماء كهرباء أقصات مدرسة أقصات جامعة فهي تمس حياتنا كنا في المجتمع وشغلة أنا بحبها كثيرا قدمتوا هاي الفكرة ودخلت في الترينينج ودخلت بكل مراحل للاختيار والسيليكشن واختاروني بس كان فيه تحدي واللي هي الفرصة اللي بدرني أحكي عنها دائما اللي باستناه وما اجتت انو وافقوا علي بس لازم أستقيل واترك شغلي طبعا عندي التزام عائلي واطفال وبدأ أربيهم المشكلة انو بيعطوك فندنج او سامو سيد فندنج اللي هو دعم مادي مبدئي بكفيني من ثلاثة شهر ثلاثة شهر ثلاثة شهر وبصراحة لو احد مصرف جهزي يمكن ما كفي شهرين بس يعني مع الضغط ممكن كفيك ثلاثة أربعة شهر هون بصراحة كانت المرحلة الحاسمة اللي هي صار عندي نوع من أنواع الربيع العربي الداخلي فثرت على نفسي وطبع ما طلبت بإسقاط حدا بس طلبت بإسقاط ترددي واستقلت وبلشت البزنس هذا الحكي مش من سنوات على فكرة هذا الحكي من ست أو سبعة شهر تقريبا فمن سبعة شهر أخدت الخطوة واستقلت وصدوني أصعب شغلة هي اتخاذ القرار لكن بعد أن تأخذوا القرار تجدوا أن الأمور كلها سهلة ليس سهلة كثيرا لكن لو أسهل الآن بدأت بواحد الحمد لله نحن اليوم عشر موظفين وصار مع المستثمرين من الأردن ومن الخليج ومتوقعين أن نصل إلى عشرين وواحد خلال السنة وصار رأس المال الشركة تقريبا نص مليون دولار ومن يتوقع إن شاء الله أنه الأهم من رأس المال والمستثمرين والموظفين ولو أنها شيئة مهمة أنه سنؤثر في حياتنا إن شاء الله من ابتداء من الأشهر الجاية الآن الدروس التي تعلمتها بصراحة أحب أن أشارككم فيها لأنها كثيرا أثرت فيها أنه أنا بلشت فترة التي يسمونها الأزمة العالمية يعني كل الظروف ليس مناسبة كان إمكاني أبدأ فترة دائما أحسن كانت لكن مع ذلك عندما إجت اللحظة هذه إجت في اللحظة كان السوق كله ميت أصلاً مالياً ومع ذلك نجحت الحمد لله ومشيت فهذا وصلني النتيجة أنه من نهاية إذا يعمل الشغلة التي يؤمنها صح ويتوكل على الله صح سينجح فيها اثنين إذا الشغلة أنت مآمن فيها وحببها وما عملتها ستظلك طول عمرك ندمان عليها لأنه يا ريتني عملتها وهذه كانت تأخر الشغلة يمكن أن أخبرها مديري السابق قبل المستقيل لما سألته عمره 69 سنة يعني ختيار قال لي إذا تظلك تتردد سيتوصل يعني زي حالتي شعرك شايب وعمرك 69 سبعين وانت بتقول يا ريتني جربت فالشغلة تعلمتها إنه إذا شغلة تؤمن فيها ومقتعناها صح جربها اثنين يعني مهما كانت الوظيفة كويسة أنا مش بدعو ترى للشباب اللي بيشتغلوا يستقيلوا مهما كانت الوظيفة كويسة بضل اسمها وظيفة حلوة لفترة محدودة تتعلم وتستفيد وتأخد خبرة بس بتضلها وظيفة ومشكلتها مهما عليت فيها مدير عام فيها نوع من أنواع العبودية وما يزعلوا مننا الشركات وصحاب الشركات النوع العبودية لماذا؟ إنه عندك تطلع إجازة بدك ووافقة مديرك بدك تتحرك بدك ووافقة مديرك بدك تعمل أي شغلة فكرة مؤمنة فيها ممكن مديرك يقتنع فيها وممكن لأ ففيها نوع من أنواع العبودية زي ما بحكي الدكتور طارق سودان شغلة ثانية إنه أنت لما تكون وظيفة أو موظف أنت عم بتفيد نفسك تأخذ راتب وتعيش أسرتك أو أشي لكن ما تفتح بزنس ستل عم بتوظف نفسك وبتساعد أهلك بس عم بتساعد قرائبك بتساعد مجتمعك عم بتفتح فرص عمل جديدة وهذا اللي بحتاجه هلأ بلدنا ومعظم بلدان عربية يعني معظم ثوراتها إجت من مشكلة إنه ما فيش أصلا فرص عمل فالفتح فرص عمل جديدة أنت فعليا عم تهدئ يعني عم بتساعد مجتمعك وتساعد نفسك هلأ الحمدلله بلشت البزنس تبعي مش كان صعب كتير زي ما أنكم بتخيل لأن الواحد لما يكون متردد بتخيل الأمور صعبة كتير بدها بس إرادة كويسة عم بشتغل بالمناسبة مش معنى إنه حر نفسي يعني بروح بدري فعليا بصراحة عم باجي بدري عشغل أكتر من أول وبروح متأخر أكتر بشغل ساعتي كتير يعني أحيان بروح ثمانية صبح بداوم بروح عشرة بالليل بس بالنهاية حاس أني مرتاح ومبسوط ومش قاعد بالشغل لأنه في حدا بستنى يشوفني أجيت ولما أجيت قاعد لأنني أحب الشغل أصلا ومع كل ما شفتوا عني والترددي وزي ما قلت لكم مرأت سنوات هنا بفكر فإذا أنا بكل ترددي قدرت أعملها أكيد أنتو بتعملوها إن شاء الله وبتقدروا تعملوها خاصة أنتو جي لجديد ما شاء الله عنده إرادة أقوى هذا اللي شفنا بالربيع العربي واثنين الـ 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 تساعد على فتح بزنس خاص يعني في كثير إنشتفز بدون أذكر أسماءها بترعى الأفكار الكويسة وبتساعدها إنها تبدأ وتنشأ أيامنا لما كنا مثلا تخرجنا في جامع لما كان هناك شغلات وفيه شغلة مهمة مذكورة في معظم الأديان كل الأديان وآخرها في القرآن بعيدة ربانية حلوة إذا فتحطها إدام عينك فتحطها إدام عيني لكم يعني إن شاء الله بتعطيكم الطاقة إنكم تبدأوا ومن يريد ثواب الدنيا نؤتيه منها لأن هذا شرط رباني اللي بيدور ع شغلة وبحط إرادته فيها حيوصلها وبحكوها بلينكديزي عندما يكون هناك شرط هناك طريقة شكرا شكرا